شاهدينا أهلا بحضراتكم هل لقيها من أبو حسام حبيب ولا من أبو ياسمين صابري بيحطوا قديهم دايما في بير الأسرار ويطلعوا أسرار عيالهم ويحكوها قدام الناس بس بيش عارفين والد ياسمين بيعمل كده ليه؟ هل بيحاول أنه هو يدافع عن نفسه وعن تربيته لها ولا غرضه إيه؟ أنه يحقي قصة حياتها بالشكل ده خصوصا أنه هي ما نعتقدش أنه هي يكون راضي عن التصرر ده المرة دي كشف عن أسرار مختلفة عن جوازها وعلاقتها أيام الجامعة تعالوا بينا نشوف أبو ياسمين صابري يغيب يغيب ويرجع بأسرار جديدة لكن المرة دي مش بس بوست على الفيسبوك المرة دي كان في برنامج قعدة ستات الدكتور تلعب يتكلم شوية عن ياسمين صابري وحياتها وخصوصا عن مستواها في الدراسة وأيام الجامعة وقال إنها ما كانتش بتحب المذاكرة وكانت دايما بتغيب كتير علشان تروح تلعب رياضة وقال لو مش مصدقين ممكن تتصل بعميدة جامع بيروت اللي كانت فيها ونسألها لأن هي وقتها كانت دايما بتتصل بي وتقول إن ياسمين ما بتحضرش ويحاول يصلح الموقف معاها لكن هي كانت بتتفصل حوالي مرتين في السنة وعشان كده كان متوقع إن هي مش هتستمر في أي شغلة لأن هي مش ملتزمة زي ما كانت بتعمل في شغلها في مكتبة الإسكندرية قبل التمثيل وكانت بتبقى متضايقة قوي وبتقول أنا ما بستفدش حاجة وفعلا ثبتها كمان اشتغلت في شركة من شركات الموبايلات وبرده قررت نفس الأسلوب وكانت بتزوغ من الشغل وتقعد في النادي عشان ما بتحبش قعدة المكتب والشغل وبتبرر تصرفاتها إن هي ما بتستحملش تعبو والله مش لوحدك المهم هو ما كتفاش بك كده وكان مصمم طول الحالة إن هو يتكلم عن أسرارها وأعبا يقول إن هو ما بيحبش يعاتبها على آخر كلام قالته في حقه عشان ما يتعرضش للإهانة ده هو إطرابة ربيع عسكرية وأكتر حاجة كان بتقلقه إنه يتخانق مع حد خصوصا لما الإهانة بتيجي من الإبن أو الإبنة وهو كمان اتوقع إن بنته تتأسف له والموضوع ينتهي لكن هي ما عملتش كده وعن كلام ياسمين صابري لما قالت إن هي ملهاش علاقة بأبوها من وقت ما كان عندها سنتين رد أبوها وقال إن والدتها ما كانتش موجودة أصلا وكانت دايما بتسافر يا إنجلترا يا الكويت وبتيجي أسبوعين في الصيف وأسبوعين في الشتاء لكن هو دايما كان بيفكر هيعمل إيه خصوصا في غيابها وبالعكس كان هو وياسمين قريبين لبعض وعارف حاجات كتير عنها أو عن حياتها الخاصة وكانت دايما بتحكيله عن قصة الحب اللي كانت عايشها أيام الكلية ورغم إن هو ما كانش مرتاح بس كان بيسمعها وكان بينصحها إزاي تخلي علاقتها مع حبيبها تبقى أحسن وتعرف إزاي إن هو بيحبها ولا لا كمان قال أنا لازم أسمع وأجي على نفسي برغم إن عندي شغل وحياة مشحونة فكنت بقى الآن إن هي تتخطف في حتة أنا مش مرتاح لها يعني هو كان عارب لها مامتها اللي كانت السبب في فشل جوازها الأول من الدكتور لأنه كان دايما بيتصل بي يشتكي من معاملة ياسمين اللي بتتغير أول ما بتخلص كلام مع مامتها لكن هو ما يعرفش السبب الحقيقي إن انفصلهم بس زعل خصوصا إن هي مغردش رأيه بس في النهاية ياسمين قطعت خيط العلاقة بينهم لما قالت إن خلاص ما فيش علاقة بتجمعهم وإن هما ما بيتكلموش واللهي والحقيقة إن الحل الأسلم لكل الناس دي إن هما يقعدوا مع بعض ويحلوا مشاكلهم بعيدة عن الناس بدل من هاجم بعض في البرامج وعلى السوشيال ميديا